الفيضانات والسيول تستنفر جهود الحكومية وخلية الأزمة لمواجهة الكوارث الطبيعية اللي من الممكن أن تواجه أي دولة بالعالم وحتى أن كانت إمكانيات تلك الدولة اللي تتعرض لحجم السيول اللي صار بالعراق راح تحتاج إلى تدخل ومساعدات لمواجهة الأزمات الطبيعية فكيف الحال مع وضع العراق وإمكانيات المتواضعة ولكن على كل أعلنت مديرية الدفاع المدني إنقاذ عائلة كانت محاصرة وسط السيول في محافظة ميسان وقالت المديرية أنه فرقنا من مركز رثل الطوارئ وبالتعاون مع طيران الجيش اتمكننا من إنقاذ عائلة مكونة من أربع أطفال وإمرأة كانوا محاصرين وسط السيول في منطقة الطيب بمحافظة ميسان وأضافت أيضا المديرية أنه العملية تمت بإشراف مباشر من قبل العميد نور حسين نعمة مدير المحافظة وبحضور محافظة ميسان يشار إلى أنه أمطار غزيرة وسيول ضربة محافظة ميسان وعدد من المحافظات العراقية بعد موجة الأمطار الغزيرة اللي حثت خلال الأيام القليلة اللي راحت ومن جانب آخر أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية نزوح ستين عائلة من محافظة كاركوك جراء مداهمة السيول لأحيائهم دائرة شؤون الفروع بالوزارة قالت أنه ستين عائلة خرجت من منازلها في ناحية ألتون كوبري شمال غرب كاركوك وسط استمرار هطول الأمطار منذ عدة أيام الأسر النازحة تم إيواءها في أحد المباني بالناحية وتسليمها مساعدات غاثية الروح إلى الديوانية حيث طالب اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ديوانية وزارة الزراعة بتعويض الفلاحين اللي ضررت أراضيهم الزراعية نتيجة الأمطار والسيول الأخيرة رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية بالديوانية قال أنه المساحات تضررت بنسبة كبيرة وبمساحة تصل إلى أكثر من 15 ألف دونم لمحصول الحنطة و5000 دونم لمحصول الشعير في نواحي الشنافية وسومر ونفر ولبدير وقضاء أفج أما الدوائر البلدية في محافظة بغداد فمستمر بأعمالها لسحب المياه وتطمين المواطنين إلى عدم تعرضهم إلى سيول والفيضانات نتيجة ارتفاع مناسب المياه